المسائية من الميادين وفي عنوينها هذه الوحدة في حرب تشرين كادت أن تصنع نصرا تاريخيا حاسما وكان نصرا تاريخيا ولكن لم يسمح له بأن يصبح حاسما السيد نصر الله يستذكر حرب تشرين ويشيد بوحدة الجيشين المصري والسوري التي كانت ستصنع نصرا حاسما ويدعو إلى عدم ترك الأقصى والفلسطينيين وحدهم نجي نقول نحن كلبنانيين أمام خطر تهديد وجودي ماذا علينا أن نفعل في المعالجة السيد نصر الله يدعو إلى إذانة الدول المطبعة أيا كانت وإلى خطة موحدة متفق عليها في لبنان بشأن قضية النازحين السوريين انتخابات سلوفاكيا تزيد تصدع الجبهة الأطلسية الداعمة لأوكرانيا وموسكو ترى تعبا غربيا من الدعم العبثي لكييف أي مآلات للحرب رأى الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن الوحدة بين مصر وسوريا صنعت نصرا تاريخيا لافتا إلى أن اتحاد عناصر القوى يصنع الانتصارات والإنجازات انظروا في مثل هذه الأيام كانت حرب تشرين ألف سمية ثلاثة وسبعين عندما اتحدت مصر وسوريا والجيشان العرب المصري والسوري وساندهم العديد من الدول العربية اختنقت إسرائيل اختنقت بكل ما لكلم معنا قبل مدة نشر وثائق وثيقة تقول أن رئيس حكومة العدو في ذلك الحين أخذ قرار باستخدام السلاح النووي لأنه شعروا بأن هذه الحرب ستدمرهم ستنهي كيانهم هذه الوحدة في تشرين في حرب تشرين كادت أن تصنع نصرا تاريخيا حاسما وكان نصرا تاريخيا ولكن لم يسمح له بأن يصبح حاسما في المقابل تفرد الرئيس أنوار السادات بوقف إطلاق النار وبقاء الجبهة السورية وحيدة هو الذي ضيع هذه الفرصة التاريخية هذا مثال للوحدة والتفرق والتفرد دائما عندما نجمع عناصر القوة وتتحد عناصر القوة نستطيع أن نصنع الانتصارات والإنجازات إذا مشاهدين مواقف الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في أسبوع الوحدة الإسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف سنناقشها مع ضيفينا من دمشق اللواء أبو أحمد فؤاد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى أن ينضم إلينا أيضا بعد لحظات رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن الأستاذ معان بشور أبدأ معك لواء أبو أحمد فؤاد وبما أننا نتحدث عن مواقف الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في أسبوع الوحدة الإسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف هو دعا اليوم إلى ضرورة أن يسمع الصهاين صوت المسلمين عاليا لأنهم يهددون الأقصى وأن هناك إمكانية لأن تكون هناك سياسة أن تصل إلى حد تقسيم زمني ومكاني لا بل تهديم المسجد الأقصى مع الوقت ما أهمية هذه الوحدة الإسلامية التي تحدث عنها سيد نصر الله وإسمع صوت المسلمين عاليا للصهاينة ألف تحية تقدير واحترام لصناحة السيد لأنه فعلا الظرف صعب وصعب جدا والتهديد للمسجد الأقصى وللمقدسات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية هي تهديدات جدية سواء كان ذلك للحرم الإبراهيمي في الخليل أو للمسجد الأقصى وكلنا نعرف تفاصيل متعلقة بالمسجد الأقصى والحفريات وإقامة مراكز للاجتماعات تحت المسجد الأقصى وهذه ليست سرا باتت مكشوفة للجميع ولكن في حقيقة الأمر نحن نرى أن كل التحرك العربي والإسلامي لا يتناسب مع حجم هذه الجرائم التي يرتكبها العدو على مختلف الصعود ولكن بشكل رئيسي بما يتعلق بالمسجد الأقصى لأنه فعلا هذه الحكومة المتطرفة وكل المتطرفين يفكروا بأن يهجموا المسجد الأقصى كما تحدث سمحت السيد وكل الترتيبات والإجراءات كما يبدو قائمة على هذا الأساس نحن نستغر بالحقيقة أن يكون موقف الدول الإسلامية وبالأساس الدول العربية الذي يغض الطرف عن كل ما يقوم به العدو بالنسبة للمقدسات وخاصة الدول العربية المطبعة والتي يجب أن تأخذ موقف الأقصى أشار الأمين العام لحزب الله إلى موضوع تطبيع بعض الدول العربية وأنه يجب عدم التسامح مع هذا الموضوع والحديث عنه بأنه خطأ أيضا كبير أن تذهب بعض الدول العربية إلى التطبيع في ظل هذا الوضع تحديدا وبغض النظر عن العلاقات السياسية لا يجوز السكوت عمًا يطبع مع إسرائيل نحن نراهن الحقيقة على الشعب العربي بالأساس الأقطار العربية المختلفة نراهن على الجماهير العربية لأن هذه الأنظمة بغالبيتها لم تنفذ التطبيع برغبة منها هي نفذت هذا ضد إرادة الجماهير العربية في الأقطار العربية المختلفة ولكنها من خلال إملاءات أمريكية صهيونية على هذه الأنظمة والأمر كله بات معروفا ومكشوفا الحقيقة سواء كان في هذه الدولة العربية أو تلك التي تعيش الآن أزمات داخلية والدولة الأخرى التي تصفت جماهيرها كل عملية التطبيع لكن في كل الأحوال الحقيقة نحن نعتقد أن حتى الجماهير العربية والأحزاب العربية والمؤتمرات العربية مقصرة في هذا المجال أين هي الساحات العربية التي تستنفر الآن رفضا لما يجري على مسجد الأقصى وهذه العمليات التي يقوم بها هؤلاء المجرمين يوميا في باحات المسجد الأقصى أكثر من هذا تحدي وأكثر من هذا إجرام ماذا ينتظرون؟ ماذا تنتظر الجماهير العربية؟ أنا الآن لم أعد الحقيقة كثير أركز على هذا النظام أو ذاك أين هي الجماهير العربية التي كانت تمنع الساحات لو واحد افتكب مخالف فيما يتعلق من مسجد الأقصى أو في الحرم الإبراهيمي سنعود إلى هذه النقطة سنعود أيضا إلى جزئية التطبيع بعد قليل ولكن أيضا كما افتتحنا هذه المسائية كان هناك تطرق من قبل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله إلى موضوع حرب تشرين حرب أكتوبر عام 1973 انطلاقا أيضا من الوحدة أستاذ معام بشور رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن أهلا بك معنا أصبت الآن جاهز معنا استذكار الأمين العام لحزب الله لهذه الحرب التي خاضها آنذاك الجيشين المصري والسوري وقال أنه عندما توحدنا عندما جمعنا عناصر قوة عندما وقفت غالبية الدول العربية وساندت مصر وسوريا اختنقت إسرائيل آنذاك ما أهمية أيضا استذكار هذه الوحدة العربية وللصدف يعني شاءة الصدف أن تكون ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية تتزامن أيضا مع شهر تشرين شهر أكتوبر أولا مساء الخير لك مساء الأنوار مساء الخير لأخي الأخ المناضل الكبير أبو أحمد فؤاد ومساء الخير لكافة المشاهدين بارك الله لا شك أن استذكار حرب تشرين في أسبوع الوحدة الإسلامية له معاني عديدة وخصوصا من قائد لا أقول عنه مقاوم كبير أقول عنه وحدوي كبير لأن في معظم المحطات التي مررنا بها كنا نلمس الحرص الوحدوي عند سماحة السيل وأن يستذكر حرب تشرين لا بصفتها فعلا حققنا فيه امتصارا على العدو وإنما كفعل وحدوي جمع سوريا ومصر أولا ثم جمع من حولهم الدول العربية كالعراق والجزائر وحتى في المملكة العربية السعودية التي شاركت في حظر النفط يومها أعتقد أن التذكير بتلك المواقف وبتلك الوحدة العربية هي خطوة في طريق تعزيز الوحدة الإسلامية من جهة وتعزيز ثقة الأمة بنفسها لأن في حرب تشرين لو لا الجسر الأمريكي الذي أقيم بين الولايات المتحدة وبين الكيان الصهيوني لكانت الجيوش العربية قد وصلت إلى تل أبيب وبالتالي هذه حرب ربما تآمر عليه كثيرون ربما أجهض نتائجها كثيرون لكنها حرب بدون شك أعطت الأمة فكرة عن إمكانيات انتصارها على العدو حين تمتلك الإرادة وحين تحقق الوحدة بين مكوناتها جميعا وهذا السلوك الوحدوي مرتبط اليوم بالمقاومة لأن المقاومة هي التي تعزز الوحدة والوحدة هي التي تحمي المقاومة وتصونها وإذن هذه ذكرى كبيرة بالفعل عام 73 هذه الحرب المشرفة التي خضها الجيشين السوري والمصري أنا ذاك بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي كما ذكر أستاذ معا هذه نقطة مهمة أنه أنا ذاك كان العرب قد يعني صدقوا إمكانية أن ينتصروا على إسرائيل لأنه قبل ذلك كان هناك النكسة للأسف الشديد عام 67 مشاهدين أيضا في مواقف الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في ذكرى المولد النبوي دانت تجاه بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن الدولة التي توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل يجب أن تدان لاعتبار ذلك بمثابة طعن للشعب الفلسطيني ونضالته يجب أن يسمع الصهاينة صوت العالم الإسلامي فيما يتعلق بقبلة المسلمين الأولى للأسف الشديد بدل أن يسمع الصهاينة هذا الصوت القوي من العالم الإسلامي نجد المزيد من اتجاه بعض الدول للتطبيع وأنا أريد أن أقول لكم اليوم أيا تكون الدولة التي تتجه إلى التطبيع عندما توقع اتفاق تطبيع يجب أن تدان ويجب أن يستنكر عملها هذا أمر خارج عن العلاقات السياسية وعن المجاملات السياسية لأنه على درجة خطيرة جدا لأنه طعن للشعب الفلسطيني وللمسجد الأقصى وللمقدسات الإسلامية والمسيحية وتخل عن فلسطين وتقوية العدو ولا يجوز التسامح معه على الإطلاق السيد نصر الله دعا الأمة إلى تحمل مسؤولية ما يجري للشعب الفلسطيني المضحي وللمسجد الأقصى اليوم الأمة الإسلامية كلها معنية بأن تتحمل مسؤولية تجاه ما يجري في فلسطين على الشعب الفلسطيني الذي يقاتل في كل يوم ويضحي في كل يوم ويقدم الشهداء في كل يوم ويعتقل منه العشرات في كل يوم وتهدم منازله في كل يوم ويحاصر تجويعا وعلى مدى سنوات طويلة الأمة يجب أن تتحمل مسؤولية مهما كانت انشغالاتها لا يجوز ترك شعب الفلسطيني وحيدا وأيضا ما يجري على المسجد الأقصى خصوصا في مثل هذه الأيام يجب أن يتحمل المسلمون في العالم علماؤهم سياسيوهم زعماؤهم حكوماتهم لا يجوز أن يترك هذا الأمر ويهمل لأنه قد تكون خطة الصهاينة وأن يصبح ما يجري هذه الأيام أمرا عاديا روتينيا تقليديا إذن هكذا كانت مواقف الأمين العام لحزب الله لواء أبو أحمد فؤاد إن كان بالنسبة لموضوع الأمة الإسلامية وأن تسمع صوتها عاليا إن كان بالنسبة لموضوع التطبيع ودعا بأن أيضا أن يكون هناك موقف واضح من هذا التطبيع بغض النظر على العلاقات السياسية هذه مهمة خاصة في ظل هذه الظروف في ظل الحديث عن تقارب إقليمي يحصل ما بين بعض الدول وأنا يعني لا يمكن أن تكون وتطل معنا من دمشق لواء أبو أحمد فؤاد إلا ونسألك عن حرب 73 عن حرب أكتوبر أنا ذاك حرب تشرين أهمية الروحية أن تحضر هذه الروحية في خطاب الأمين العام لحزب الله في أسبوع الوحدة الإسلامية يعني ما تفضل به سماحة السيد كعادته يتحدث عن فلسطين بمعرفة وكفاءة عالية وبالتالي أنصف الشعب الفلسطيني ليس لأول مرة دائما كان أما فيما يتعلق بحرب تشرين فهي نعم حرب مشرفة للجميع لكل العرب ولكل المسلمين ومن قرأ بعد ذلك لأنه نحن عشنا هذه الفترة وكانت جبهة المقاومة الفلسطينية مركزها في مرجعيون في ذلك الوقت وكنا نحن تقريبا الجبهة الثالثة بإمكانياتنا المحدودة والبسيطة في ذلك الوقت وكنا نشهد وشهدنا الحقيقة وأنا منهم كنت في منطقة مرجعيون مع الأخ الشهيد أبو عمار رحمه الله وكنا نشاهد طائرات يعني طائرات الكيان الصهيوني التي كانت تدخل ولا تعود يعني على الجبهة السورية والوقت لا يسمع الحقيقة حتى أتحدث بالفاصيل لأن أيضا أنا زرت يعني خط بارليهف وشفت بطولات الشعب المصري والجيش المصري وقرأت الحقيقة مذكرات بعد قادة الصهاينة منهم يعني بيجن ومنهم ديان إلى آخره الذين كاد بعضهم أن يستسلم للقوات السورية أو للقوات المصرية ولكن الذي حصل في رأيه الحقيقة جرائم سياسية ارتكبها بعض القادة وبشكل خاص برأي شخصي الحقيقة السادات رغم الإنجاز الكبير الذي تحقق في المعارك البطولية في الميدان وهنا نعم يجب أن نذكر دائما بطولات الشعب المصري والشعب السوري وكل من دعم في ذلك الوقف إلى الجيوش العربية المختلفة لهذه الجبهات وكادت فعلا أن تحصل يعني أن يحصل الانتصار الكبير كما تفضل أخي العزيز معين بشور نعم كادوا أن يصلوا وهذا على لسان بعض القيادين الصهاينة وخاصة على الجبهة السورية كادوا أن يصلوا إلى مناطق حساسة في داخل هذا الكيان في كل الأحوال نعم هذه كانت لحظة تاريخية مجيدة في تاريخ الأمة ولكن بعدها حصلت النكسات السياسية سواء كان على الصعيد العربي وبشكل خاص على صعيد مصر في نظام السادات أو ما جرى بعد ذلك بالنسبة لنا كفلسطينيين عندما أنجزنا بطولات الانتفاضة الأولى لنجد نفسنا أمام اتفاق حسلو الذي أضر بشكل كبير القضية الوطنية الفلسطينية نعم كنا في حالة انتصار وكنا على أبواب الحقيقة إنجاز حدث تاريخي في ذلك الوقت استاذ معنا بشور كان ذلك حدث تاريخي كما ذكر لواء أبو أحمد فؤاد سيد نصر الله في خطابه اليوم في خطابه في أسبوع الوحدة الإسلامية مولد النبوي الشريف دمج بين مجموعة من العنوين لها علاقة بالقضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل الموحديث عن خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى الحديث عن ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من قبل كل المسلمين استذكر هذه الروحية روحية الوحدة روحية تشرين عام تلاتة وسبعين أيضا هذا مهم للغاية وحذر من خطورة ما يحصل على المسجد الأقصى وصولا إلى أن يسعى الاحتلال ربما إلى هدمه على حين غرى إذا صح التعبير هذا الربط بين هذه العنوين كافة ما هي أهميته وأي مسؤوليات يحمل اليوم يعني لا شك أن هذا الربط هو ربط واقعي لأننا بالفعل نخوض معايق ليس فقط في فلسطين نخوض معايق على مستوى الأمة هدفها تطويع الأمة باسم التطبيع من أجل أن تضيع حقوقنا في فلسطين وغير فلسطين لذلك من الطبيعي حين يتحدث قائد بمستوى السيد نصر الله عن واقع الأمة أن يطل من خلال مجمل الأوضاع التي نمر بها وخصوصا ما يجري في فلسطين نحن الآن نعيش لحظات يحاول العدو أن يهدمنا في أمرين أن يهدمنا في أقدس مقدساتنا وهو المسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية ومسيحية وأن يهدمنا أيضا في علاقتنا بفلسطين من خلال التنكر لحقوقنا في هذا البلد العظيم ومن خلال التطبيع مع العدو من هنا ربط قضية المسجد الأقصى بقضية التطبيع أمر ضروري وأعتقد أن رسالة سماحة السيد في هذا الخصوص لكل المعنيين قد فهمت بوضوح وكان واضحا بأن لا يجوز لأي اعتبار سياسي أو مجاملة سياسية أن تمنعنا من أن نوضح موقفا قاطع من التطبيع نحن نذكر أن مصر بكل مكانتها وقيادتها للأمة العربية حين رئيسها قرر أن يذور الكنيسة كيف هبت الأمة العربية كلها تعترض على تلك الزيارة وتقاطع رئيس السادات يومها بسبب تلك الزيارة لا يجوز أن يكون اليوم موقف أمتنا من كل خطوة تطبيعية بأضعف مما كان عليه موقف صامت يجب أن لا يكون موقفا صامتا هل مؤخرا كان هناك موقف من الشعب الليبي مشرف جدا؟ وخصوصا أن كل الإشارات تشير إلى أن شعبنا العربي حيثما كان قد نجح في امتحان مواجهة التطبيع في ليبيا درس لا ينساه أحد كيف تم إقالة وزيرة التقت بوزير صيوني في المغرب أيضا علينا أن لا ننسى كيف ألغى رئيس مجلس المبعوثين في المغرب زيارته للكنيسة الصيوني بعد تحركات شعبية في البحرين كيف يتحرك البحرينيون من مختلف الاتجاهات في إطار المبادرة الوطنية في مواجهة التطبيع أيضا في السودان علينا أن ننتبه أن جزءا من معارقة الشعب السوداني في مواجهة فرض الوصاية الغربية هو اعتراض على ما جرى من اتفاقات مع كام ديفيد رغم أن بعض القيادات الحالية قد انزلق يومها إلى لقاءات مع رئيس الحكومة الصيونية أريد أن أقول أن شعبنا بدون شك أعلن موقفا واضحا من التطبيع وإذا كانت ظروف بعض الحكام تفرض عليهم أن يسايروا أن يمالئوا الضغوط الأمريكية فأعتقد أن الشعوب يجب أن تكون لهم بالمرصاد والقوى الشعبية يجب أن تكون في طليعة المتحركين في هذا الإطار ولكن أيضا علينا أن ندرك أن ما أصاب الحركة الشعبية العربية خلال السنوات الماضية من انقسامات من ذاتيات فرضت نفسها في العلاقات بين هذه القوى قد شل إلى حد كبير من قدرة هذه القوى نهيك عن قمع الأنظمة وعن الممارسات الاستبدادية التي واجهتها هذه الشعوب إذن يجب أن نوحد قوانا الشعبية وأن نسعى من أجل قيود إلغاء قيود القمع والاستبداد عليها وأن نلقي أن نسقط أيضا قيود التفرقة والتمزق داخل الصفوف القومية وتلك الحقوب الصغيرة التي تنشأ بين هذا التنظيم من أجل أن نتوحد جميعا في مواجهة التحديات وهذه كانت دعوة السيد نصر الله حتى داخليا في لبنان دعا إلى الابتعاد عن التجاذب والفتنة في سياق أيضا مواقفه على المستوى الداخل اللبناني مشاهدين شدد السيد نصر الله أن تحميل المسؤوليات المتبادلة من اللبنانيين بعضهم لبعض بشأن قضية النزوح السوري لن يحقق نتيجة إلا بالاستفادة من الأخطاء السابقة داعيا إلى خطة موحدة مدروسة متفق عليها للضغط بها داخليا وحملها خارجيا للوصول إلى حل لهذه القضية أنا أدعو اليوم إلى خطة وطنية إلى استراتيجية وطنية إلى برنامج وطني موحد سموا ما شئتم خطة استراتيجية برنامج يتفق عليها اللبنانيون ويحملونها إلى العالم في خارج لبنان إلى الأصدقاء كل واحد من موقع صداقته وأيضا يضغطون بها على حكومة تسوي في الأعمال ويدغطون بها على مؤسسات دولة ويدغطون بها أيضا على الجيش اللبناني وعلى القوى الأمنية وعلى الجميع وعلى البلديات وعلى المجتمع لكن خطة تكون مدروسة ومحسوبة ومتفاق عليها لأنه إذا رحنا اشتغلنا بخطة مجمع عليها وطنيا هذا يمكن أن يوصلنا إلى النتيجة حاضروا بعض الأمثل على سبيل المثال اليوم نحن نحتاج إلى إحصاءات الدولة اللبنانية حتى الآن لم تحصل على إحصاءات لا نعرف عدد النازحين السوريين في لبنان مين بيعرف؟ ما حدا بيعرف الله سبحانه وتعالى بيعرف والمفوضية طبع الأمم المتحدة بس في لبنان مين بيعرف؟ كل واحد بيقول أحرام على زوره شي بيقول لك مليونين شي بيقول لك مليون ونص شي بيقول لك مليون ونص شي بيقول لك 3 مليون في هذه النقطة تحديدا الموضوع النزوح السوري لواء أبو أحمد فؤاد السيد نصر الله قال أنه النزوح الثاني وهو النزوح الاقتصادي سأل يعني تسأل وتوجه بالقول من المسؤول عن هذا الموضوع؟ أمريكا عبر قانون قيصر لماذا لا تحملون المسؤولية لمن أخذ قرار قيصر وحاصر سوريا وفرض العقوبات؟ وعندما استذكر الحرب التي سببت النزوح لأنه ينفقد الأمان أيضا قال أمريكا هي من قامت بهذه الحرب ومن كان يدير تلك الحرب روبرت فورد السفير الأمريكي آنذاك في سوريا وأنت تحدثنا من دمشق لواء أبو أحمد فؤاد ربما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان والحديث الكبير عن خطر النزوح السوري أي دور لعبته الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع النزوح؟ وهذا ما استذكره الأمين العام لحزب الله في خطابه اليوم نعم كما تفضل سمحت السيد كل شيء بصير بالمنطقة الولايات المتحدة هي وراءه وهي المخططة له بشكل مسبق وقرأنا بالوثائق الأخيرة كيف ترتب موضوع داعش وكيف ترتبت المجموعات التي قامت بالجرائم التي ارتكبتها إلى أخيره وذات الأمر مكشوفا يعني لم يعد هناك شيء مخفي لكني أريد قبل ذلك فقط يعني جملتين الموضوع الأول أن الاعتداءات على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والمقدسات المسيحية والإسلامية الحقيقة لم تمر بدون يعقاب وبدون رد والأمر الثاني أن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الوطن المحتل يشكل رافعة لكل الحراك الشعبي العربي وأكرر يشكل رافعة بالدم يشكل رافعة بالدم للجماهير العربية في الأقطار العربية المختلفة وفي الميادين العربية وأنا أناشد الحقيقة الأحزاب العربية والأعضاء في المؤتمر القومي العربي وفي المؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمرات الأخرى أنا الأواني الحقيقة أن ينزلوا إلى الميادين في هذا الكطر العربي أو ذاك ويعبروا عن مواقفهم الداعمة والمؤيدة والرافضة الحقيقة للتطبيع لأن التطبيع جريم ارتكبة الحقيقة صحيح أولا بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات الشعب الفلسطيني ولكنها ارتكبت بحق الأمة بأسرها وأيضا على الدول الإسلامية أن نرى منها أي جهد باتجاه الحقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية وهو خطير وخطير جدا أما أقول بكل وضوح الحقيقة أن الآن فيه إمكانية لتحرك شعبي عربي هذا الشيء الذي يراهن عليه وهذا الأمر الذي كان سابقا يضع حدا للاعتداءات الصهيونية من خلال ما كانت تقوم به هذه الجماهير أو بعض المجموعات العربية البطولية في هذا الميدان أو ذاك أنا أقول بكل وضوح نحن الآن في مرحلة صعبة وصعبة جدا وكما تفضل سمحت السيد أن المسجد الأقصى مهدد بالهدم نعم مهدد بالهدم وليس أمامنا نحن كشعب فلسطيني إلا دمنا وأظن أن كثير من الناس الذين يتابعوا تلفزيون الميادين بشكل خاص يشاهدوا هذه المرأة الفلسطينية سواء التي تحمل تحمل بجثمان ابنها أو التي ترابط في المسجد الأقصى وتقول لا ولن نسمح لهذا العدو الحقيقة أن يسيطر على هذا المسجد بدمنا هذه هي الحقيقة المعطيات والتي أشار لها أخي العزيز يعني معهم وأنا أقول إذا فيه إمكاني الآن لعقد دورة لمؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمر القوم العربي والمؤتمر القوم الإسلامي هذا أقل ما يمكن أن نكون به أعرف أن الإمكانيات مش متوفرة ولكن أعتقد أنه بإمكاننا أن نبر الجهد استثنائي حتى نعقد هذه المؤتمرات وحتى الحقيقة أن يتم تبني مواقف تعبر عنها الأحزاب وأعضاء المؤتمر القوم العربي في الأقطار العربية المختلفة على كل حال لأبو أحمد فؤاد أعذرني على مقاطعتك ولكن لأنه وقت هذا الملف أيضا بدأ يضيق جدا نريد أن نتحدث عن بقية المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله عذر على المقاطع لأبو أحمد فؤاد أمريكا حاضرة دائما أن أستاذ معم بشور إن كان بما تفضل به اللواء أبو أحمد فؤاد من خلال ما تقوم به إسرائيل تغطية إسرائيل دعم إسرائيل على مختلف المستويات وبكل قوة حاضرة أيضا في ملف النزوح السوري في لبنان وكانت اللاعب الأبرز كانت هي المايسترو أيضا كما ذكر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر لموضوع النزوح اللبنانيون يقولون اليوم أنه خطر وجودي يتهدد لبنان وتحدث عن ذلك الأمين العام لحزب الله لماذا هو كذلك؟ وما الذي يمنع اليوم من بلورة استراتيجية وطنية أيضا لمعالجة هذا الملف والتي دعا إليها الأمين العام لحزب الله؟ يعني بعض اللبنانيين بالتأكيد يعتبر أن هذا الوجود أو هذا النزوح السوري سيؤثر ديمقرافيا على لبنان سيغير من طبيعة هذا الكيان من دوره من مهماته في المنطقة وبالتالي هناك إجماع لبناني على ضرورة معالجة هذه الظاهرة لكن في الأفق الذي تحدث عنه سماحة السيد في الأفق الثاني في الأفق الأخوي في الأفق التفاهم والمساعدة في حل هذه المشكلة وقد طرحها سماحة السيد برنامجا ولكن أتوقف عند نقطة واحدة ما الذي يمنع الحكومة اللبنانية حكومة تصريف الأعمال أن تذهب بشخص رئيسها إلى دمشق من أجل دراسة كيف يتعاون الدولتان اللبنانية والسورية في معالجة هذا الملافق ثم لماذا لا يذهب وفد من لبنان إلى كل الأقطار العربية وحتى إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ويعرض عليهم هذه المشكلة ويدعو إلى حلها وكما قال أيضا إذا كان هؤلاء في الغرب حيصين إلى هذا الحد على الإخوة السوريين فلماذا لا يؤمنون لهم سفنة تأخذهم إلى تلك البلدان بدلا من أن يتعرضوا للمخاطر التي يتعرضوا فيها خلال هذه التجارات أنا أعتقد لقد طرحها سماحة السيد برنامجا متكاملا ولو بشكل سريع يمكن أن يكون هذه الأفكار نواة مشروع أو نواة برنامج نسعى جميعا إلى تحقيق القوى الشعبية اللبنانية القوى الحزبية اللبنانية القوى السياسية اللبنانية بالإضافة وبشكل خاص الحكومة اللبنانية أنا لا أفهم حتى الساعة لماذا يمتنع رئيس الحكومة التصريف الأعمال عن زيارة دمشق وبحث هذا الملف وخصوصا أن العذر القديم ووزير الخارجية أستاذ معا يتحدث عن ضغوط قانون قيصر وعدم إمكانية التواصل بهذا الشأن قانون قيصر لماذا قانون قيصر يؤذي لبنان كما يؤذي سوريا اليوم كان عندي ضيوف من الأردن نقطعت الكهرباء لنالوا كهرباء في الأردن تفيد عن حاجته ونحن محرومين من كهرباء الأردن من حرمنا من كهرباء الأردن من حرمنا من غازي مصر أليست الولايات المتحدة المكية هذه جريمة موصوفة معروف فاعلها ويجب أن يتوجه إليه أصابع الاتهامة في العنوين الداخلية أيضا تطرق الأمين العام لحزب الله مشاهدين لملف الحدود البرية حيث أكد أنه مسئولية الدولة اللبنانية موضحا أنه ليس هناك علاقة بين الملف الرئاسي وملف الحدود البرية كما جدد تأكيده على أن المقاومة حاضرة لمساندة الدولة اللبنانية في أي خطوة لتحرير الأرض من هو المسئول عن النزوح الاقتصادي في سوريا؟ الولايات المتحدة الأمريكية أيها اللبنانيون أيها اللبنانيون جميعا ليه؟ لأنه عندما وضعت الحرب أوزارها في سوريا وتهافتت الشركات العالمية للاستثمار في سوريا كان يمكن لسوريا أن تنهض ويبقى شعبها فيها ومن هاجر منها ونزح عنها أن يعود إليها لأنه فيه أعمار وفيه كهرباء وفيه ماء وفيه فرس عمل وفيه بنايات عمل وفيه وفيه اقتصاد يعاد بناءه من جديد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت قانون قيصر لماذا بعض اللبنانيين يتجاهلون هذه الحقائق؟ إذن أستاذ معم بشور في الملفات الداخلية أيضا تحدث الأمير العام لحزب الله سيد حسن نصر الله عن موضوع الحدود البرية ورفض أي ربط بموضوع الحدود مع موضوع الرئاسة اللبنانية قال ليس هناك مساواة في هذا الموضوع ما زلنا ندعم مرشحنا المرشح هو سليمان فرنجي لماذا سيد نصر الله أكد على هذه النقطة؟ من يروج لذلك اليوم أن حزب الله أو المقاومة في لبنان تلجأ إلى مثل هكذا مقايضة؟ يعني في كل الملفات السابقة واللاحقة نجد أن هناك تفسيرات لا علاقة لها بالواقع هي أمان وربما هي رغبات مشبوهة تريد إثارة الفتن كان واضحا سماح السيد لا اليوم ولا مبارح ولا قبل عشر سنين ولا قبل خمستعشر سنين قبلت المقاومة في لبنان مساومة على حق من حقوق لبنان ومقايضته بأمر آخر وأعتقد هذا أمر شديد الوضوح وأتمنى أن يتصرف اللبنانيون على هذا الأساس لا مقايضات في القضايا الأساسية الحدود البغية لبنان تمسك بحدوده البحرية ومتمسك بحدوده البغية وداعم للحكومة في كل موقف له وللدولة اللبنانية بما فيها الجيش وغيره في كل خطوة له بحرص على الحفاظ على كل شبر من أرض لبنان وكل نقطة من مياه لبنان طيب هذه المعادلات أستاذ أبو أحمد فؤاد بدقيقة لو سمحت لي إلى أي مدى تؤكد المقاومة اليوم وهذه المعادلات بأن القوة قادرة فعلا هي أن تحسم هذا الصراع مع العدو إن كان عبر تثبيت الحدود البحرية استذكرها الأمين العام لحزب الله أو اليوم عندما يقول بأننا أيضا نقف إلى جانب الدولة اللبنانية بموضوع الحدود البرية سريعا جدا لأبو أحمد فؤاد لو سمع أنا أقول الحقيقة أن سوريا لم تعتدي يوما على أحد ولم تعتدي على لبنان بالعكس فتحت أبوابها أثناء الاعتداءات الصهيونية على لبنان لكل أبناء الشعب اللبناني وبدون تمنيز لا هذا من هذه الطائفة ولا ذاك من تلك الطائفة لكن عليهم أن يتذكروا الآن أصحاب المواقف هذه التي ذكرت بأن هناك احتلال لشمال سوريا وفي هناك ترجمات عملية بمحاولات التتريك إلى آخره لذلك أقول أنه يجب على الأحزاب والقوى اللبنانية كلها الحقيقة أن تستذكر هذا التاريخ في العلاقات الأخوية بين سوريا ولبنان والتي كانت ولازالت وستبقى فعلا علاقات أخوية خاصة في مواجهة الكيان الصهيوني وأخيرا أقول أن هناك محور مقاومة هذا مستجد تاريخي معروف لم يكن قائم سابقا لا بحرب 73 ولا بحرب 78 ولا 72 إلى 82 إلى آخره الآن هناك محور مقاومة مقاومة قادر على الردع ومحور مقاومة قادر الحقيقة أن يسجل إنجازات وانتصارات إذا ما فتحت الجبهات المختلفة وأنا متأكد الحقيقة من معلوماتي المتواضعة أن ما هو متوفر الآن لدى محور المقاومة وما نعم نستطيع من خلاله أن نحقق إنجازات وأن نهدد وجود هذا الكيان الصهيوني بالفترة القريبة القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لك عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لواء أبو أحمد فؤاد كنت معنا من دمشق وشكرا جزيلا لك أستاذ معان بشور رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن على وجودك معنا اليوم في استوديوهات الميادين مشاهدين فاصل ونناقش بعده دلالات نتائج الانتخابات في سلوفاكيا ابقوا معا أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء إلى المسائية ليس مجرد فوز في انتخابات سلوفاكيا ذاك الذي حققه الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي إذ يمتد تأثيره أوروبيا وغربيا ففي الحملة الانتخابية للحزب الذي يتزعمه روبرت فيكو ويمثل أقصى اليمين رفض صراحة دعم أوكرانيا رئيس الوزراء السابق كان قد اتخذ موقفا مؤيدا لروسيا أثناء حملته وقال بكل وضوح إنه لن يرسل خرطوشة واحدة من الذخيرة عبر الحدود في إشارة إلى أوكرانيا داعيا إلى تحسين العلاقات مع روسيا وهو أمر يقلق واشنطن والاتحاد الأوروبي موقف فيكو لا يحتمل أي تراجع فقد شدد على أن أوكرانيا كانت مأساة كبيرة للجميع داعيا إلى محادثات سلام من منطلق أن أعمال قتل جديدة لن تفيد أحدا بحسب تعبيره وفي خضم المعطيات الجديدة يتوقع المحللون أن تحدث حكومة برئاسة فيكو تغيرا جذريا في السياسة الخارجية لسلوفاكيا لتنضم بذلك إلى هنغاريا في التمايز عن الموقف الأوروبي من الحرب في أوكرانيا وهو تحول من شأنه إضعاف الغرب الأطلسي في مواجهته لروسيا غير أن هذا التحول الجذري الجذري في دولة عضو في الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي لا يبدو أنه سيؤثر في سياسة الاتحاد على نحو مباشر فالتكتل الأوروبي ماضي في دعمه لأوكرانيا فقد عقد المفوض الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل اجتماعا غير رسميا مع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف مؤكدا أن الاتحاد خصص خمسة مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا هذا الموضوع مشاهدين سنناقشه مع ضيفنا الصحفي والبحث في العلاقات الجيوسياسية الأستاذ باتريك هنينجسن أستاذ باتريك أهلا بك معنا أي دلالات يحملها فوز شخصية مؤيدة لروسيا خلال الحملة الانتخابية في أول بلد قدم طائرات مقاتلة لأوكرانيا هذا صحيح بطبع هذه الانتخابات قد أفضت إلى نتائج مثيرة الاهتمام تحديدا مقارنة مع الوضع السابق الذي كان قد أتمده في كييف في حملة الانتخابية وقد دعا إلى توقيف دعم الذي سيوجد إلى أوكرانيا وبالطبع الغرب انهل عليه بمسايا الشيطانة لإظهاره على أنه طرف في اليمين المتطرف لكنه في الواقع من الاشتراكيين الديمقراطيين لكن من نسبة إليه وحسبه لا بد من توجيه التمويل إلى حاجات داخلية في سلوفاكيا لا تزويدها لأوكرانيا لتسديد فاتورة الحرب وهذا تحول إيجابي لماذا لأنه قد نشهد على حصول أثر الدومينو أو أثر القافلة المتعاقبة كما يقال في السياسة لسيما أنه تحدث عن سلوفاكيا على مقربة من هنغاريا التي تحدثت خارج السرب مقارنة مع بروكسل واليوم لدينا روبايد فيغو وحزبه المتقدم في سلوفاكيا وهذا قد يشجع أخرين على المعارضة كما قد يحدث في ألمانيا من خلال حزب EFD الذي يسعى إلى تأسيس مقعده في الانتخابات المقبلة كذلك في ألمانيا لكن حتى بالنسبة إلى فيغو ربما الوقت مبكر فقد حصل حزبه على 24% من الأصوات وهو بحاجة إلى تشكيل تحالف ليس قادرا على تحقيق ذلك ربما في أسبوعين عند ذلك سيتدخل الرئيس وهذا يعني أن الأحزاب الأقلية قد تضطر على أن تشكل اتلافا فيما بينها إذن أمر غير محسوم لكن هذا التطور يبقى واعدا إلى حد بعيد في بولندا الانتخابات ستحدث كذلك بعد أسبوعين لذلك أعتقد أننا في غضون أسبوعين سنرى نتائج ما يحدث بالطبع أوكرانيا موضوع أساسي في الحملات الانتخابية في بولندا فقد شاهدنا في ورسو منذ أيام قليلة مسيرة مليون شخص وهذا قد كان محطة الأخبار في بولندا وقد خفف الإعلام غبيم وطأة هذه المظاهرات فكروا في ذلك في حال حصل تحول كبير في بولندا واغتوان هذا الدعم المطلق لأوكرانيا سنشهد على أسمات حقيقية على مستوى أوروبا والنيتو بالنسبة إلى التضامن خلف دعم أوكرانيا أستاذ باتريك سبقتني إلى موضوع بولندا لأن ما حصل أيضا في بولندا والمظاهرة أو التظاهرة التي نظمتها المعارضة وجمعت فيها يقول البعض حوالي مليون متظاهر في شوارع وارسو كانت لافتة جدا من خلال كلامك أستاذ باتريك هل نفهم بأن ما يحصل اليوم قد يؤدي إلى أن تكر السبحة وبالتالي نرى نتائج أوروبية مغايرة تماما لما يريده زعماء الحاليون أو الحاكمون الحاليون في أدول الأوروبية لماذا أستاذ باتريك؟ لأن صحيفة نيويورك تايمز تقول أن هذا الفوز فوز فيكو في سلوفاكيا هو علامة تآكل الدعم لأوكرانيا في الغرب صحيح وهذا في الواقع نتيجة التراجع الذي رسالنا عليه مؤخرا من المستوى الكونغرس في أمريكي بعد التراجع من حزمة دعم من 24 مليار دولار إلى 5 مليار دولار فيما إدارت بايدن تسعى إلى أن تجد سبيلا لتوفير مزيد من الدعم لأوكرانيا وهذه إشارة واضحة من واشنطن وهي مواجهة لأوروبا مفادها أن الوضع غير مريح وأن التوافق السياسي ما عاد في أمريكا لتوفير ذاك الدعم المطلق وهو أشبه بشكا على بياض لزيلنسكي بالتالي الأوروبيون بالطبع مقيدون أكثر من أمريكا على مستوى قدرات التمويل ولا يمتلكون هذه السهولة على مستوى السهولة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية أو قدرة الإنفاق إلى ما لا نهاية فيما سيحقق ذلك قصورا في الميزانية حتى أن أمريكا يمكنها أن تحقق عجلا في الميزانية كل عام إلى 1-2 أو 3 تريليون دولار لكن أوضف أوروبا مختلف لذلك مفوض الأعلى لشؤون السياسة الخارجية في أوروبا جوسف بوريل كان قد سارع وقال أنه في حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض مستوى دعم لأوكرانيا فلا تكفي أن أوروبا سترتقي لمساة هذا التحدي ونحن ندعم أوكرانيا وسوف نملأ هذا الفرح لكن ذلك يندرجو في سياق البيانات السياسية من لدوني بوريل لتأكيد للمعنيين بأن الدعم سيبقى حضر على مستوى أوروبا لأسياسيين في أوكرانيا فهذا في حال تحقق وتراجع دعم سيؤدي إلى أزمة داخلية في أوكرانيا وإلى تقاطل داخلي وقد نشهد على تبدل الحكومة في أوكرانيا أو حتى على انقلاب فهذه أيضا من شيام أوكرانيا تحديدا بعد حضور المزيد من الإشارات من الغرب بالإشارة إلى تراجع دعم لدوني واشنطن والدول الأوروبية هذا سيؤدي إلى أزمة ثقة على مستوى طبق الحاكمة في أوكرانيا فتكون بالتالي عرض لمزيد من الانزعاج الشعبي وقد بدأت الانشقاقات تظهر أكثر فأكثر على المستوى الأوسط السياسي حول نظام سيلنسكي بالتالي ربما الأمر لن يحتاج إلى بعض الضربات لضفية ليحدث هذا الشق الكبير عند ذاك سنشهد على أزمة قيادية فعلية وكيف يمكن لجيش أن يتصدى لقوة مثل روسيا من دون أن يتمتع بالثقة المطلقة من لدوني الشعب والأوساط السياسية المعنية هذا هو جوهر المشكلة التي قد يوجهها الغرب أستاذ باتريق قبل أن أسألك عن موضوع الميزانية الأمريكية وإذا أمكن أن تكون الأجوبة المتبقية أجوبة مختصرة لنستفيد من الدقائق القليلة المتبقية لماذا تغير المزاج الغربي؟ لأنه عندما بدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا نذكر أن ذاك كان هناك تحشيد على المستوى الشعبي وحصل هناك ضغط إعلامي وشعبي كبير ضد روسيا ولاحظنا وكأنه كان هناك نوع من التعاطف الآن نلاحظ أن المزاج الشعبي تغير لماذا؟ كيف تغير هذا المزاج؟ وهذا نستدل عليه بالانتخابات طبيعة الحال هذا أمر مؤكد الجميع يشهر أن مشروع أوكرانيا كحرب بالوكالة بات يشكل عباً هذه الحرب الوكالة على أرض أوكرانيا ضد روسيا وذلك بدأ يشكل عباً حقيقياً بالنسبة لديمقراطينا في سياق الحملة الانتخابية بالطبع بالنسبة إلى الجمهوريين ليس من الإيجابي بالنسبة لهم أن يوصلوا دعم أوكرانيا فذلك لن يؤمن لهم أي أصوات ضفية وكل ما سيحقق ذلك ربما إمكانية الاقتراب من الحرب العالمية الثالثة وأزمة راقة وتدخم الأسعار وكذلك إمكانية حصول إغلاقاً حكومي تام تحديداً لأن الغاب لم يتمكن من حسب الأمر الأسنة الماضية كما كان يعتقد البعض وكلما طالت هذه الحرب كلما زاد على الأبع المالي والاقتصادي والسياسي وهذا سيؤدي بالطبع إلى وجود أزمة راقة على مستوى الأعلام ونرى الكثير من الإشارات من واشنطن تايمز وواشنط بوست مفادها أن الوضع بدأ يتأزم وهو أساساً يتأزم منذ فترة بعيدة لكن الآن بدأ نسمع أكثر فأكثر حول هذا العمر وأن لا إمكانية لفوز أوكرانيا في مواجهة روسيا لا إمكانية وهل يمكن القول من خلال ما تفضلت به أستاذ باتريك أن التمويل الغربي الآن بغض النظر عن موضوع السياسات بغض النظر عن نتائج الانتخابات التي تشهدها سلوفاكيا وربما تشهدها بولندا أيضاً بعد 15 يوماً عندما تجري أيضاً الانتخابات التشريعية هذا التمويل سيتأثر بهذه المواقف؟ سيتأثر بهذه النتائج؟ سيتأثر بتحييد بند أوكرانيا من الميزانية الأمريكية من أجل التوصل إلى تفاهم بين الجمهوريين والديمقراطيين لكي يتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية؟ المشكلة هي أن أحداً لا يتمتع بخطط واضحة في هذه الحرب هو سيناريو مفتوح على الاحتمالات كفلا وجود الاستراتيجية خروج بالنسبة للغرب الغرب يكرر أنه حاضر لمساعدة أوكرانيا ودعمها إلى ما لا نهاية ونقوم بدافع أجور الألاف ونقوم حتى بتسديد أجور الجنود في أوكرانيا بالتالي أشبه أو هذه الحرب بدأت تشبه حالة رعاية لحرب من الخلف وكيف نكون لهذه البلدان أن توصل هذا الأمر إلى ما لا نهاية؟ هذا مستحيل بالطبع ستكون لذلك تبعات مختلفة ويبدو أن التمويل سيتراجع للإتحاد الأوروبي يود أن يقدم نوعاً مختلفاً من التمويل بروكسل على ناتاً 50 مليار دولار على أن يكون هذا التمويل تراكمية سنة بعد سنة لكن ما الذي سيعني ذلك في نهاية المطاف؟ كيف سيؤثر ذلك على الوضع في أوكرانيا؟ ما خالى إمدادها بخط حياة نهائي؟ هذا أمر واضح والأمر سيئاً بالنسبة للوائد المتحدة الأمريكية بعد كل التمويل التي قدمتها الحكومة هذا ممتاز بالنسبة إلى المجمعات العسكرية لكن الأمر لم يجد نفع في أوكرانيا التي لم تحقق نتائج المحمودة على أرض المعركة كلما طالت هذه المعركة كلما بدأت تظهر مشاكل إضافية وكلما بدأنا نرى المزيد من البدان التي كان ينكل بها الغرب وكان يتعامل معها دمية لانقضاد على روسيا ستتفلت أكثر فأكثر وسيرتد ذلك عكساً على أوكرانيا التي قد ينتهي بها المطاف أرضاً مبتورة الأطراف في حال استمرت الحرب حتى عام 2024 أو 2025 وهذا ما يتحدث عنه بعض القادات الغرب شكراً جزيلاً لك الصحفي والبحث في العلاقات الجيو سياسية الأستاذ باتريك هنينغسن كنت معنا من لندن أشكر الدائم لكم مشاهدين على المتابعة دائماً للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة